لتحقيق إقلاع اقتصادي جديد ولضمان انسجام الاستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين تم تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين بهدف تحسين مردودية هذا القطع وتكييف عروضه مع متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي يكلف المجلس بإعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين من خلال المساهمة بالآراء والتوصيات لضمان انسجام الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتحسين مردوديتها وتكييف عروض التكوين مع متطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي مع العمل همزة توصل بين متعمق صاديين بين الوزارة اليوم نتكلم على اقتصاد قوي يجب أن يقابلوا دولامان دوفر كاليفي في عام 2024 ستكون عامل ميداني لكي يجعل المتربس أولاً يدير فورماشيون لكي تنجم المؤسسة والشركة تسيب الفورماشيون التي تلقاهم رهن طرقية قطاع التكوين والتعليم المهنيين يتحدد ببلورات جميع الاقتراحات والتوصيات والأراء خاصة مع إدراج تخصصات جديدة وحديثة تستجيب لمقتضيات سوق العمل الوطنية إدراج تخصصات جديدة وحديثة كتحلية مياه البحر والسكك الحديدية والرقمنة والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية والتي تستجيب لمتطلبات سوق العمل بطريقة تضمن تتابقها مع عروض العمل من خلال توفير أكثر من 495 تخصص بمجموع 23 شعبة قابلة للتطوير والتوسيع عبر 1225 مؤسسة تكوينية بالإضافة إلى 806 مؤسسة تكوين مهني خاصة موجهة للشباب والباحثين عن التكوين العمل تاعنا أن اليوم بدلوش في الواجهة تعل فرماشون اليوم بزاف كان لجنة تواعنا ما يعرفوش القيمة الحقيقية تعل فرماشون المؤسسات هي بحاجة كبيرة للجنة تواعنا دون لتكنيسيين شوپريور بكو دفور من عند الدولة ولكن لجنة ما يسمعش بالفرماشون هدوما ولكن دفور دي فرماشون لي ما يناسبوش المؤسسات وهذه على بها اليوم حيكون تنسيق تنسيق بين هذو قع الأطراف باش كون كان وجوردوي مندف كاليفي باش كون إن شاء الله اقتصاد قوي تحديات السوق الدولية تستدعي تحسين فعالية منظومة التكوين بما يستجيب لاحتياجات النمو الاقتصادي من جهة وإشباع متطلبات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية المؤهلة من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر